اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي تتميز بصفات عكسية مقارنة بالجذور العرضية فهي جذور تنتج عن نمو الجذير لتتكون عليه بالتتابع جذور صغيرة تسمى بالجذور الجانبية التي إن استدامت سميت بعد ذلك بالجذور الوتدية التي تتميز بشكلها المخروطي السميك في قاعدته والذي يعرف أنه إما شحمي أو غير شحمي فالثاني كما في جذور الطمطم أما الشحمي المغزلي فهو كما في الفجل أو شحميا لفتيا كما في اللفت ومخروطيا كما في الجزر ويمكن تقسيم الجذور اعتمادا على وظيفتها كالجذور الدعامية الهوائية التي تساعد على تثبيت المجموع الخضري والجذور الدعامية الساندة ووظفتها الأساسية سند النباتات وهناك الجذور الخازنة التي تعمل على تخزين الغذاء والجذور الشدة الجذور التنفسية والجذور التمثيلية والجذور التكاثرية وتعد جذور الجزر ابتدائية ووتدية وشحمية ومخروطية وإليكم أهم الفوائض الصحية للجزر يحسن الجزر من الرؤية وذلك لمحتواه من البيتا كاروتي والتي يتم تحولها إلى فيتامين ألف في الكبد والتي يتم الاستفادة منها في شبكية العين وهي التي تعمل على الحماية ضد اعتام عدسة العين وغيرها يساعد تناول الجزر على التقليل من خطر الإصابة بسرطون الرئة وصرطون الثادي وصرطون القولون إن محتوى الجزر من البيتا كاروتين يعمل كمضاد للسمو مما يبطء من الشيخوخة يعزز الجزر من صحة الجلد لمحتوى على فيتامين ألف وكذلك مضادات الأكسادة التي تحمل بشرة من أضرار آشعة الشمس ويمنع من ظهور التجاعد المبكرة وحب الشباب وجفاف الجلد والتصبخ يمنع امراض القلب عن طريق التقليل من خطر الإصابة بها إن تناول الجزر يقلل أيضا من مستويات الكوليسترول في الدم وذلك لمحتوى من الألياف القابلة للذوبان التي ترتبط مع أحماض الصفراوية يطهر الجسم لمحتوى من فيتامين ألف الذي يساعد الكبد في طرد السموم من الجسم ويقلل من الصفراوية والدهون في الكبد كما أن الألياف الموجودة في الجزر تساعد على تنظيف القولون يحمل أسنان واللثة عن طريق قشت البلاك وجزئات الطعام ويحفز اللثة لإفراز الكثير من اللعاب أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل إشعارات القناة ترجمة نانسي قنقر